السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله سعيدة بلقائكم في ثاني موعد أسبوعين أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين ثالث فيديو عن سان سيليس المنتوج الذي أثار دجرة مؤخرا وبالضبط سان سيليس في الميد سماء الشفاف أو الملون الواقع الشمسي تانتي أو انفيديبل لأن التشكيلة كما ذكرنا سابقا في أول فيديو تحتوي على مجموعة من الواقيات الشمسية المختلفة لكن الحديث يكثر عن سان سيليس في الميد فقط وحتى الطلب فهو على سان سيليس في الميد ومن بين الأسئلة التي تلددت على مسامعي وقرأتها في تعاليقكم عبر القناة وكذلك الملاحظات والانتباعات التي استقيتها لكم من خلال تجربة من خلال الأشخاص الذين يرتادون على يعني أن أول ملاحظة أن أغلب الناس يحملون هواتفهم وبهم صورة لهذا المنتوج فمباشرة أعلم حينها أن مواقع التواصل الاجتماعي قامت بمهمتها على أكمل جوجها سواء كانت إنستجرام، تيك توك، فيسبوك أو حتى منصة اليوتيوب ثاني ملاحظة أنني وجدت تعاليق مفادها أن أصحابها يقولون أنهم سمعوا أو قالوا لهم بأن سان سيليس يصلح للبشرة الجافة ثالث ملاحظة هل المنتوج غير متوفر بالأسواق رابع ملاحظة أن المنتوج معجزة معجزة ويزيل التجاعد ويزيل التصبغات وإلى غير ذلك من المشاكل التي تعاني منها البشرة أو الجلد بصفة عامة خامس ملاحظة أن المنتوج كبير الحجم ولا يشبه باقي المنتوجات أو باقي الواقيات الشمسية فأكيد سنبدأ بتحليل كل ملاحظة على حدة حتى نوضح لكم بالضبط يعني كيف تجري الأمور وسنبدأ بأول ملاحظة وهي أن أغلب الناس يحملون هواتفهم وبها صورة لهذا المنتوج أي سان سيليس فما سنقول لكم عندما تأتي الحملة وهي عندما يأتي حظ أو دور منتوج ما فالجميع يبدأ في تحدثي عنه على مواقع التواصل الاجتماعي يعني لن أدخل في حيثيات الأمور كيف تجري لكن أغلبكم فهم ما سأقول فالجميع يبدأ على الفور بالبحث عن ذلك المنتوج ورغبة في الحصول عليه مهما كانت النتيجة ومهما كان الثمن الذي يجب أن تعرفوه هو أنه ليس بالضرورة كل منتوج روج له وتحدث عنه الجميع فهو منتوج جيد أنا هنا أتكلم بصفة عامة ولا أحدد سان سيليس دون غيره إذا تذكرتم كانت في وقت من الأوقات يعني دائما هناك ضجة كالضجة التي كانت لمنتوجات سيراف الضجة التي كانت لمنتوجات نوهوه لا أدري قد وضعت في القناة فيديو عن بعض منتوجاتهم فنوهوه مبيض يزيل التصبغات يزيل يبيض المناطق الحساسة وجميع من اشترى هذا المنطوج لم يعاود شراءه مرة ثانية لأنه اكتشف أنها مجرد دعاية ومجرد إشهار يعني انتبهوا لهذه المسألة ننتقل لثاني ملاحظة وهي أنني وجدت تعالق تقول بأن سان سيليس في البيت صالح لأصحاب البشرة الجفة أو هو خاص بأصحاب البشرة الجفة فليس ليس حمض لا يقتصر تواجده على البشرة الجفة دون البشرة الدهنية يعني الشيخوخة هي مسألة تصيب أصحاب البشرة الجفة وأصحاب البشرة الدهنية وأصحاب البشرة مخسرتة يعني جميع أنواع البشرة فتواجد هذا الحمض بهذا الواقع الشمسي جعل الناس يظنون أنه صالح لأصحاب البشرة الجفة هو لن يضر أصحاب البشرة الجفة أنهم يستعملون أو يقتنون ولكن أنا أنصح به لأصحاب البشرة المختلطة أكثر ولأصحاب البشرة الدهنية لماذا؟ لأن التركيبة هي على شكل في البيت وعندما نقول في البيت فقد شرحت وهذا سابقا في إحدى الفيديوهات فمباشرة نحن نفكر بالبشرة المختلطة والبشرة الدهنية والبشرة الجفة لا لماذا؟ ليس لأنه سيضرها لا على العكس سيفيدها أيضا لكن لن يكون على شكل كريم ولن يكون غنيا حتى يشبعها أكثر ويريحها أكثر لأنه كما تعلمون فالبشرة الجفة تعاني من جفاف حاد من جلد مشدود فهي تحتاج إلى تركيبة كريمية حتى تخلصها من ذلك الجفاف ومن ذلك الجلد المشدود هذا فقط أما أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة فهم يحتاجون إلى منتوجات أقل غنى من غيرها لهذا تبقى التركيبة دي الفلويت هي الأنسب لهم ثالث ملاحظة هل المنتوج غير متوفر بالأسواق؟ فعلا عندما ظهر سون سيليس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي فالمنتوج اختفى من الأسواق ربما لارتفاع القدرة الشرائية أو ارتفاع الطلب على هذا المنتوج أو ربما لأسباب أخرى المهم هو أن المنتوج تواصلت مع إحدى الشركات البيع بالجملة لمنتوجات الشبه ثبية اليوم فأخبرتني بأنهم سيتوصلون بالمنتوج ابتداء من الغد ومدام سيتوصلون به فأكيد أنه سيصبح متوفرا بالأسواق ابتداء من نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل فمن لا زال مهتما أو من هو مهتم باقتناء هذا المنتوج فليبادر لشرائه رابع ملاحظة أن المنتوج معجزة ويزيل التجاعد ويزيل تصبغات فهذه الجملة أخبرتني بيها إحدى الذبونات التي تلددت على المحل أو على هو فقالت لي بأنه هائل خرافي خيالي يصنع المعجزت بالبشرة و انا صراحة ما كنقدرش نسكت فقلت لها كيفش كي دل المعجزات بالبشرة مثلا قلت لها هما اللي قالوا بانه غزال و كيرجع البشرة كيفش كيرجع البشرة كتلها بالنسبة لي معجزة مني كنقول على واحد المنتوج معجزة و خرافي و يزيل تجاعب و انا غدي نحط واحد سيدة عندها 80 سنة و غدي تدل صن سيليس و غدي تولي عندها 40 سنة او 30 سنة هادي هي المعجزة بالنسبة ليه يعني ممقوش ضخمو الامور و نعطيوه الاشياء اكثر من الحجم ديالها لانه اعطاء الاشياء اكثر من حجمها فاكيد غدي درنا احنا كمستهلكين و الناس اللي كاسعرف راها يعني كتميز و ما غديش تقدر نساق ورا الاشهار و الدعاية و الناس مساكن اللي ما كيعرفوش فرا اكيد اللي يسمعوها راه كيمشيو من مراها خامس ملاحظة ان المنتوج كبير الحجم و لا يشبه باقي المنتوجات فالمنتوج الباكاتجين دياله هو صمم بطريقة جد جد دكية فالعبوها كتبالينا طويلة و كبيرة لونبلاج كبير و كيبان طويل ولكن راه فيه غير خمسين امال بحاله بحال الواقية الشمسية الاخرى غير الواقية الشمسية الاخرى قصيرة و عريضة وهذا طويل و ارقيق هذا هو الفرق اما الحجم دياله فراه فيه خمسين امال فقط الواقع الشمسي دائما كنكرر هاد المعلومة و قنكررها لكم دائما حتى تقتنعوا بها و اندخلوها العقل ذيالكم الواقع الشمسي هو منتوج له وظيفة وحيدة وهي الحماية و طبعا اذا قمنا بحماية البشرة من الشمس فطبعا نحن نحميها من التجاعد و من التسبغات لانا كما كان عارفوكنا تأثير اشياءات الشمس السلبي اعلى الجل يتحول و يترجم الى تجاعد وتسبغات اكيد فدينوا في بالكم ان الواقع الشمسي مكي بيض مكي صغر مكي زيين مكي صفي الواقع الشمسي هو واحد الكاش نحطوه على وجه ديالنا باش كي يحبس لنا الاشيعة ديال الشمس انها تأدينا وضرنا فخصنا نتعلم حسن الانصات تعلموا نتصنطن زيان و مع حسن الانصات حسن التحليل و تحكيم العقل في كل ما نسمعوه لان ليس كل ما يقال صحيح و لا سمعنا الحاجة و حللناها مع العقل جيالنا و شفنا بانها كتخالف المنطق فاكيد هذا الكلام كله كذب انا لن اركب الموجة عمركم ما غدي تلقوني راكب الموجة و ليش في تمانية راكبها شنو هي راكب الموجة هي انني غن اهدر على واحد اللي بخوض به يعني كل شي كي اهدر عليه في ديك الساعة غدي نهدر لكم عليه في حالة واحدة و هو يئما الى راح مزيان را نقول لكم مزيان الى خيب راح غدي نقول لكم راح خيب لانا اه الاشهار دائما كنقول لكم كيلعب على النفسية و النفسية دايجة احنا عنا ضعيفة و مهزوزة فا اه اه هديكون عندي انا واحد الواقي شمسي و ما هنكون شرادية على البشرة ديالي و بني غنسمع واحد الواقي شمسي راح زبين راح غزال راح كي يسفي الوجه راح كي يحيي التجاعد فقنعرف بزاف ديالناس كتخلي داك الواقي شمسي اللي كدير و كدشوشي تشري هاداك اللي سمعت او شافتو في الاشهار ظنن منها انه غادي دياليها شي حاجة فا هاد المسألة اعمركم ما غادي تلقاوني اه 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 اناني كنديرها او غادي نحط لكم فيديو و تلقاوا معلومات اللي قالوها ناس وحدين اخرين انا كنعود فيها اه بدون تحكيم عقل بدون تحليل فا هاد المسألة اعمركم ما غادي تلقاوها في القناة ديالكم كوان بوتي فاحنا غادي نكونوا بإذن الله بإذن الله مختلفين و دائما غادي نجيبوا لكم الاحسن و الافضل كي يخصنا غير التشجيع و الدعم وهالتشجيع و الدعم ما كي يطلب منكم لا تخسروا فلوس ولا وقت ولا مجهود عضلي ولا دهني ولا تشي حاجة كيف ما كتبغيوا يعني ان الوجاة ديالكم مصفا و ان الوجاة ديالكم مزوين و انني نحط لكم ديبخدوين اللي مزيانين و انني نسحكم على ديبخدوين فما تكونوش بو خلاء وشيحيحين في مسائل اللي هي بسيطة لايك والبارتاج والمشاهدة ومشاهدة الفيديو من الاول حتى اخر الفيديو باش هكا احنا كنستفدو كاملين دائما غادي تلقى في القناة الالوان على الحقيقة ديالها الاسود اسود والابيض ابيض والرمادي طبعا رمادي فاتمنى ان اكون قد وفيت وكفيت و وفقت في اختيار فيديو اليوم صوت بشا طبتم و تابت اوقاتكم في امل الله اشتركوا في القناة